مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المشوار السياسية التي عنونت في صد صفحتها الحكومة تكسر سلسلة المتدخلين في الأسواق وبيع فاكهة التفاح مباشرة لتجاري التجزئة إجراءات متتالية لوقف لهيب الأسعار وقطع الطريق على المضاربين يقول المقال في تفاصيله حيث أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الخميس عن اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من ارتفاع أسعار التفاح من بينها فتح فضاءات بيع مباشر مجانا لفائدة الفلاحين بأسواق الجملة وتم اتخاذ هذه القرارات المشتركة خلال اجتماع تنسيقي ترأسه كل من وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ووزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة وخصصا لدراسة الأليات والأطر التنظيمية لضبط سوق مادة التفاح ضمن مقاربة تشاركية يتم المصادقة عليها من طرف جميع الفاعلين المعنيين اضافة إلى مناقشة البرنامج الخاص بتفريغ مخزون مادة البطاطا وتم خلال هذا الاجتماع يضيف المقال عرض المعطيات الخاصة بشعبة التفاح على المستوى الوطني والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الانتاج ووفرة من حيث الكم والنوع بهذا الموسم وفي المقابل تشهد أسعارها ارتفاع محسوس على مستوى الأسواق حسب موردة في بيان المشترك للوزارتين جريدة أخبار اليوم عنوانت في مقال آخر وعلى صدر صفحتها إقبال كبير على التعليم القرآني بالجزائر 1.2 مليون طالب في المدارس المتخصصة وبالمهدي يشرف على انطلاق الموسم الدراسي الجديد وجاء في تفاصيل المقال يقول الكاتب حيث أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي على أمس السبت بالمدرسة القرآنية لمسجد الرحمن بالكاليتوس بالجزائر العاصمة على يطاع إشارة انطلاق السنة الدراسية للتعليم القرآني لموسم 2014-2025 التي تتميز بالتحاق أزيد من 1.2 مليون طالب وطالبة بمختلف هيكل التعليم القرآني على المستوى الوطني ويعكس هذا الرقم يقول المقال وجود إقبال يمكن وصفه بالكبير والملحوظ على التعليم القرآني بالجزائر يقول المقال إلى جريدة الحوار التي عنونت في مقال آخر إجلاء 306 رعاية جزائريين من لبنان وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية يقول المقال وجاء في تفاصيله حيث وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة 306 رعية جزائرية تم إجلاؤها من لبنان وذلك تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتكفل بأبناء الجالية الوطنية المقيمة بهذا البلد وتم إجلاء الرعاية الجزائريين عبر رحلتين تم تخصصه ما يقول المقال لهذه العملية من مطار رفيق الحريرية الدولي ببيروت نحو مطار القاهرة الدولي على أن تتولى شركة الخطوط الجوية الجزائرية يصلهم إلى الجزائر وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي تم إنجازها في شهر أوت سنة 2024 يقول المقال جريدة أخبار الوطن عنونت في مقال آخر جدار المقاومة يكسر شوكة الصهاينة حزب الله يستهدف مصانع حربية ويواصل قصف مواقع المحتل والأخير يعجز عن اجتياح الجنوب يقول المقال حيث يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متواصلا بين قوات الاحتلال الصهيوني ومقاومة حزب الله اللبنانية وذلك على خلفية سلسلة من الهجمات والاغتيالات التي استهدفت حزب الله قيادات لتصل حدة التوتر بينه وبين الكيان الصهيوني إلى أعلى مستوياتها وتحت غطاء القصف الجوي والمدفاعي تحاول قوات الاحتلال التوغل في الأراضي اللبنانية بينما يواصل حزب الله التصدي لهذه المحاولات معتمدا على منظومته الصاروخية التي استهدفت مواقع استراتيجية في شمال فلسطين المحتلة وأكد محمد عفيف يضيف المقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله أن مشهد الاجتياح الصهيوني لبيروت عام 1982 لن يتكرر مشيرا إلى استعداد المقاومة لمواجهة أي تهديدات جديدة وأنها ستظل حامية للأراضي اللبنانية جريدة أفريكا نيوز عنوانت في مقال آخر يتعلق بالرياضة وجاء في تحسبا لمواجهة الطوغو في تصفية الخضر يتشدون الرحال إلى لومي من أجل تأكيد علوي كعبهم وجاء في تفاصيل المقال حيث يقول الكاتب شد المنتخب الوطني أمس رحاله إلى الطوغو تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي يوم الاثنين يقول المقال لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاسومم إفريقيا سنة 2025 وشدت بأثتها الخضر رحالها من مطار عنابة نحو العاصمة الطوغولية لومي تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي عصر غد لمواجهة منتخب الطوغو في ملعب كيغي الوطني بالعاصمة الطوغولية لومي يقول المقال في إطار الجولة الرابعة من تصفية كأس أمم إفريقيا سنة 2025 حيث سيكون الخضر على بعد نقطة واحدة فقط من حسم التأهل إلى كان 2025 إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا 70 ألف مليار لدعم الحليب الزيت السكر والحبوب حيث رصدت سلطات العليا للبلاد في إطار سياستها الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن غلافا ماليا قارب 70 ألف مليار سنتيم ضمانا لاستمرارية تثبيت أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وقدر إجمالية المبلغ المخصص لهذه المنتجات ب 659.96 مليار دينار منها 348.96 مليار دينار لدعم الدوان المهنية الحبوب والحليب بمائة لمليار دينار للحليب أقول ويضيف الأرقام يضيف هذا المقال عدة أرقام منها 348 مليار دينار لدعم الحبوب الدوان المهني للحبوب يقول و100 مليار دينار للدوان الوطني للحليب والمياه المحلات ب 88 مليار دينار إضافة إلى الطاقة ب 23 مليار دينار وتثبيت أسعار السكر والزيت ب 100 مليار دينار إضافة إلى ما بلغت قيمة التحولات المخصصة لفائدة الأشخاص ب 1755.13 مليار دينار أي ما يعادل 30.7 من مجموعة اتمادات التحولات إضافة إلى 13 ألف مليار لدعم بلدنا مشروع والمستشفى القطري الألماني يقول المقال عنوان آخر على موقعي النهار أونلاين نقرأ فيه 100 ألف منصب شغل في هذه القطاعات خلال 2025 حيث تخطط الحكومة بحلول العام القادم فتح 10 ألاف من المناصب يقول المقال المالية بعد رفعها للميزانية المخصصة لفائدة المستخدمين بأزيد من 26 من المئة من مجموعة اتمادات الدفع مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ 28 يقول المقال 289.74 مليار دينار كرخصة التزام وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار أونلاين فإن عدد المناصب المتوقعة تقدر بـ 97 ألف وثلاثين منصبا ماليا منها 27 ألف وخمسمائة وخمسة منصبا شاغرا و 12 ألف واربعمائة وستة وثمانين منصبا يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري برصد 15.35 مليار دينار وفيما يتعلق بكتلة الأجور لسنة الفين وخمسة وعشرين يقول المقال قدرت بـ 5843 مليار دينار مسجلة ارتفاع قدره بـ 598 مليار دينار مقارنة بسنة الفين واربعة وعشرين إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنونا فرقة طبية من وهران بعنقزام للتكفل بحالات المالاريا والدفتيريا حيث تنقل أول فريق طبي من وهران إلى إنقزام من أجل مد يد العون لقطاعي الصحة بهذه المنطقة الواقعة أقصى الجنوب فيما يخص التكفل بحالة المالاريا والدفتيريا الوافدة من الدول الجوار يقول المقال وذكر المدير المحلي للصحة والسكان الحاج بطواف في تصريح لوكلة الأنباء الجزائرية أن هذه العملية تدخل في إطار التضامن مع هذه المنطقة التي عرفت ظهور حالات مالاريا والدفتيريا وافدة من الحدود الجنوبية مشيرا إلى أن وزير الصحة عبد الحق سيحي كان قد أسد تعليمات بإرسال فرق طبية كل أسبوع إلى غاية التحكم الكامل في الوضع واتجه الفريق ليلة الخميس إلى تنزاوطين بعنقزام أين سيمكث أسبوعا للمشاركة في حملة التطعيم ضد المالاريا والدفتيريا والتكفل الصحي بالحالات المسجلة على أن يسافر فريق آخر بعد عودة الأول موقع الخبر أونلاين عنوان وزارة الخارجية تستدعي سفراء أوروبيين حيث استدعت وزارة الخارجية الجزائرية وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت عددا من سفراء دول أوروبية لتقديم شروحات حول البيانات الصادرة عن بلدانهم والتي تتعلق بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بعدم شرعية الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة وأكدت معظم الدول الأوروبية عبر سفرائها بأن البيانات الصادرة عن حكوماتهم لا تعكس بأي شكل من الأشكال معارضتهم لحكم المحكمة الأوروبية أو نيتهم في تجاهل قراراتها في المستقبل كما يروج له المخزن المغربي وقد شدد هؤلاء السفراء على أن دولتهم أو دولهم ملتزمة بقرارات محكمة العدل الأوروبية كونها تمثل المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي التي تلتزم باحترام سيادة القانون الدولي ويأتي هذا التفاعل في وقت حساس حيث تزداد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بشأن قضية الصحراء الغربية دوليا وإلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الجزيرة الذي عنونا الاحتلال ينصف عشرات المنازل بجباليا ويغلق مناطق بالجليل حيث في اليوم السابع بعد السنة الأولى من العدوان على غزة فصل جيش الاحتلال إسرائيلي شمال القطاع عن مدينة غزة من خلال سيطرة الآليات وغطاء الطائرات المسيرة بينما قالت سرايا القدس أن مقاتليها قصفوا بعدد من الصواريخ مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة وفي جبهة لبنان قالت صحيفة عبرية يقول المقال أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مناطق عدة بالجليل الأعلى والغربي بأنها عسكرية مغلقة في المقابل قال حزب الله أنه قصف مصنعا للمواد المتفجرة جنوب حيفا بصواريخ ووصفها بالنوعية وهجم لليوم الثاني بمسيرات انقضاضية قاعدة الدفاع الجوي غرب هذه المدينة إلى موقع روسيا اليوم الذي عنون إيران تبلغ واشنطن ودول الشرق الأوسط بأنها سترد على أي هجوم للاحتلال الإسرائيلي ضدها وجاء في تفاصيل هذا المقال ما صرح به مصدر مطلع في طهران لشبكة السيانان أمس السابت أن إيران أبلغت الولايات المتحدة وبعض الدول في الشرق الأوسط بأنها سترد على أي هجوم جديد من جانب الاحتلال الإسرائيلي وأفادت مصادر مطلعة لشبكة السيانان يضيف المقال بأن الحكومة الإيرانية انخرطت في جهود دبلوماسية عاجلة مع الدول في الشرق الأوسط لقياس ما إذا كان بإمكانها تقليص نطاق الرد للاحتلال الإسرائيلي على هجومها الصاروخي كما تسعى أيضا في حال فشلت جهود تقليص نطاق الرد الإسرائيلي للمساعدة في حماية طهران حسب ما ذكرته المصادر إلى موقع سكاينوز عربية الذي عنون في الشأن السوداني ثمان منظمات دولية الحرب تحول مدن في السودان إلى جحيم في نداء مشترك للأمم المتحدة والمجتمع الدولي قالت ثمان منظمات إنسانية دولية أن الحرب المستمرة منذ عام ونصف العام في السودان حولت حياة السكان العالقين في مناطق القتال إلى جحيم ووفقا للددائي الصادر عن المجلسين النرويجي والدنماركي للاجئين ومنظمات كير وجول وبلان والإغاثة وإنقاذ الطفولة وسوليداريتية دولية فإن الجهود المبذولة حتى الآن للحد من العنف وإنهاء معاناة السودانيين ليست كافية وتتفقم الكارثة الإنسانية بشكل كبير مع وصول الحرب إلى ثلاثة عشر ولاية من ولاية السودان الثمانية عشر وشهدت أطيرة الصراع في السودان ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة حيث بلغ العنف أعلى مستوى له منذ اندلاع القتال منتصف أبريل الفين وثلاثة وعشرين ويأتي هذا بالتوازم على الانتشار المخيف للأمراض المعدية وارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نسل وإياكم إلى ختم جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم